وخلينا أوضح يعني مثلا استفانوس الشهيد الأول قتل لكن ما فيش منفعة من خلال موته إلا لنفسه حياة أبدي يمكن شهادته شجعت المؤمنين لكن موت المسيح البديلي فيه منفعة فيه بركة لأنه هاي المنفعة مش بس أنه أرض العدال إذا هي لكن فيه كفاية في كفارته لجميع الخطيئة البشرية الخاطئة فالفداء هو عملية شراء بثمن فلما صلى طبعا في سفر التثنية بقول لا تهلك شعبك الذي فديته بيتكلم اللي فديته من أرض العبودية من أرض مصر فهي تفيد شراء بثمن والكتاب بعلم لأنكم اشتريتم بثمن لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بالعيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم اشتركوا في القناة